السفينة أمريكية والمتهم إيران لكن البنفذ ذراعها في اليمن هذه الصورة التي تبدو عليها الآن قضية المدمرة ماسون التي استهدفت في البحر الأحمر قبل أيام جوزيف فوتا القائد العمليات المركزية الأمريكية اتهم إيران باستهداف السفينة الحربية مرجحا أن يكون لها دور في الهجمات الصاروخية ضد المدمرة وهو ما رفضه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي معتبرا أنها تصريحات متناقضة ورواية خيالية ومشبوهة ولا أساس لها تعرضت ماسون لثلاث عمليات خلال الأسبوع الماضي ولم تصب وهي ما أشعلت حرب التصريحات الإعلامية اليوم بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية والسعودية أيضا كما أننا نستغرب سكوت مجلس الأمن عن الاختراق الفاضح الذي تمارسه إيران لقرارات مجلس الأمن واستمرارها في تهريب الأسلحة والصواريخ إلى الحوثيين أجبرت ماسون دخول الولايات المتحدة الأمريكية على الخط وهذه المرة من البحر غير آبهين بما يجري على البر منذ عامين فإيران التي صدرت الأسلحة إلى حلفائها في اليمن منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات وتحدثت عن سقوط العاصمة العربية الرابعة في قبضتها لا يمكن أن يكون ردها سوى أن أمريكا متناقضة بحسب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية فهل تكون المصالح بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية فوق المبادئ؟ ربما ليكون ذلك هو السؤال العريض الآن وهذا ما ستجيب عليه الأيام المقبلة خصوصا بعد مرور العلاقات الإيرانية الأمريكية في فترة سخاء ساهمت في سقوط مؤسسات الدولة في اليمن وإشعال حرب لهيبها ما تزال تستعر موسيقى موسيقى